والتيني والزيتون وطوري سنين الزتون الشجرة العظيمة رمز السلام اللي لها دور اقتصادي واجتماعي وكمان صحي ربما كلنا عارفين إن هي منتشرة في دولة المتوسط بنشوف زيت الزتون العظيم اللي بيطلع من بلاد الشام وبنشوف زيت الزتون العظيم اللي بيطلع من فلسطين وبنشوف اللي بيطلع من العريش أو من مطروح عندنا في مصر دول المغرب العربي أسبانيا إيطاليا كل الدول دي ربما من أجمل وأفضل منتجات زيت الزتون اللي ممكن تشتريها أو تتعامل معها علشان كده اليونسكو خصصت للزتون يوم عالمي يمكن كتير مننا ما يعرفش هذا الأمر وماعرفش أيضا فوائد زيت الزتون العظيمة وأهميته الهيلة للصحة إزاي بيقاوم الكوليسترول وإزاي بيقضي على تصلب الشريين وإزاي بيدي صحة قوية للقلب وإزاي بيبقى خفيف على المعدة السؤال اللي ربما بيظل في أزهننا هل فيه استخدامات صحية وغير صحية لزيت الزتون إيه هي أفضل طريقة لتحقيق أحسن استفادة ممكنة من هذا الزت العظيم وإزاي نفرق ما بين زيت الزتون اللي هو بيقوله عليه فيه مرارة أو فيه عكارة وإزاي نفرق بين زيت الزتون اللي هو رقم واحد خلينا نتناقش عن هذه الثمرة العظيمة وعن هذا الزت العظيم بصحبتنا النهاردة دكتورة منال عز الدين البحثة في معاعة تكنولوجيا الغذاء هتكلمنا عن هذا الأمر أهلا بحركة فانت أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ مصطفى أهلا وسهلا أستاذ جمانة سعيد أن أنا بتكلم معاكم عن الصمرة والشجرة المباركة طبعا زي ما حضرتك قلت ذكرت في القرآن في سبع مواضع ذكرت في الأحاديث النبوية وفي الأديان السماوية الأخرى أنا عايز أبدأ بس يعني بداية يمكن إيه وطنية شوي إحنا أنا غيران على الزيت الزتون بتاعي إحنا عندنا زيت الزتون عظيم ده حقيقي في العريش وفي مطروح وفي سيوة نسبة العقارة فيه بتبقى وليلة جدا الناس مش قادر ينافس مع زيت الزتون اللي من الشام ومن الإيطاليا وأسبانيا الحاجات التي تبقى موجودة في المطاعم إحنا عندنا زي ما حضرتك قلت مواصفات جيدة جدا لزيت الزتون وإحنا احتلنا مكانة كويسة جدا في زيت الزتون الخاص بالمائدة وعلى فكرة مصر بتصدر كمان لمعلومات حضرتك زيت الزتون ولكن إحنا عندنا صقافة استخدام زيت الزتون على المائدة المصرية بتعتبر لسه في أولى خطواتها الناس كلها شوية بتستغرب طعمه وتستغرب لونه واخدين على زيت الدرة وزيت الصوية وزيت عباد الشمس أكتر المائدة المصرية بيغيب عنها زيت الزتون زي ما حضرتك قلت دول حوض البحر المتوسط أغلبها بيستخدم زيت الزتون وده سبب أنهم تصحتهم كويسة جدا عندهم الأزمات القلبية أقل السكتات الدماغية أقل نسبة الكوليسترول بتكون أقل نظام التغذية بتاع دول حوض البحر المتوسط بيعتمد أن زيت الزتون هو المادة الدهنية مكون أساسي في الفطار والعشا بالضبط هو ده المادة الدهنية بيتبخوا بيه بيقلوا بيه بيستخدموا في جميع وجباتهم الغذائية بيعتمدوا على استخدام الخضروات والفواكه والبقول وقليل من اللحوم الحمراء وبيستخدموا الأسماك والألدان فده طبعا نظام هلسي نظام صحي احنا عندنا للأسف الثقافة لسه ما خدناش عليها واحنا بقى من خلال الفقرات مع حضرتك والتوعية الإعلامية بنقول زيت الزتون ده من زيت المفيدة جدا يعني سبحان الله الأحماض الدهنية اللي موجودة فيه هي الأحماض الصحية لأنها أحماض وحادية عديمة التشبع فبتؤديش لارتفاع نسبة الكولوسترول بتحافظ على صحة القلب والأوعية والشرايين وفي نفس الوقت بتنشط الزاكرة بتقلل من حدوث الزهايمر فيه مركبات موجودة الأوريو كانسالي اللي موجودة فيه زيت الزتون بتحافظ على صحة البخ على الكوات الإدراكية بتحافظ كمان على المرض الزهايمر ما يجيش بسرعة بس هل ده لما استخدم الزتون شهر ولا اثنين؟ لا الزتون لما استخدمه من أسلوب حياة ده يبقى عادة أسلوب حياة ده حقيقي عفوا يبقى عادة موجود ونحنا صغيرين بنعلمه الأولادنا أنه يكون موجود كمان مفيد جدا مسحة الرياضيين بيحارب الإجهاد والتوتر والقلق مضاد قوي جدا للالتهابات لأنه غانبوا مضادات الأجسادة وطالما ذكرنا مضادات الأجسادة يعني احنا بنحافظ على شكل الخلية اللي موجودة في الجسم من التلف والتفارات لأن التلف والتفارات الخلايا بيؤدي لحدوث الأمراض السرطانية فيما بعد فزيت الزتون وصمرت الزتون وإحنا كمصريين اتفننا في الزتون في أكله يعني عملنا مخلل بنحطه مع البيتزا بنحطه مع المكارونا ولكن بيطبقى القيمة الغذائية الأفضل في صورة زيت الزتون فزيت الزتون موجودة الوقت في المحلات في السوبر ماركت بقى فيه في كل السوبر ماركت رفل زيت الزتون جاي السعر مرتفع وده طبعا بيرجع لطريقة إنتاجه لأنه بيستخلص بطرق طبيعية بدون إضافة أي مواد كيموية من الشجر للحجر زي ما بيقوله المقصود بالحجر اللي هي الماكينات طحن للحصول على زيت الزتون زيت الزتون بينتج نتيجة عصر صمرت الزتون فحضرتك زيت الزتون ده عبارة عن عصير فكهة زي ما يكون عصير فكهة بتشرب طيب أنا عرف منين زيت الزتون علي الجودة أو منخفض الجودة أول حاجة لما إيجي أشتري نحن دائما نشوف أزيز في السوبر ماركت أو في المجمعات الاستهلاكية فيه مكتوب عليه زيت بكر وأزيز تانية لا بحقيقة زيت بكر أو الإكسترا فيرجن ده اللي هو نمبر ون عالي الجودة بيتم استخلاصه على البارد بدون إضافة أي مواد كيميائية ده خصائصه تبقى عاملة زيت الزتون غامق خالص اللي بيبقى لونه أخضر زيتي اللي بيبقى موجود في السوبر ماركت ده بيكون مخشوش لأن طبعاً الارتفاع سعره بيتغش بالزيوت الأخرى وبيتم خلطه بألوان وزيوت أخرى بيبقى فاتح بيبقى أخضر فاتح لحد ما نوصل كده لحد درجات الأخضر الفاتح كلها لكننا دخلين على الأصفر الدهب شوالي طيب أنا تلوقتي في منتج عايزة أجربه ما رحش أشتري لتر يعني أحاول أجيب العبوات الصغيرة أدقها في البيت بقى أبتدي أدق في البيت كل ما زادت مار وكثير من السادة المشاهدين هيستغربوا ده كل ما زادت مارارة زيت الزتون ولسع في حلق الواحد شوية كده كل ما ده كان دليل أنه عالي الجودة ده حقيقي سبحان الله نحن نحس أنه هو باز أو فسدت لا يا فاندم كل ما كان مارارته عالي ولسع في حلق الواحد كل ما ده كان دليل جودة وأنا بفتح الإزازة أشم ريحتها ريحت زيت الزتون الفرش في الصلاحية بيكون ريحته فروتي كده ريحته أكلنا حكوة إف جنينة ليه ريحتها مبهجة بالزبط وقوية اللون زي ما حضرتك قلت يكون مدون على العبوة أن نسبة الحموضة ما بتزدش عن واحد في المية هي دي المواصفات اللي يقدر المستهلك العادي المواصفات الحسية اللي يشتري بيها زيت الزتون زيت الزتون لو خدناه كمان بيكون في إزازات غمأة لأن الضوء بيأكسده لأن زي ما ذكرت لحضراتكم هو ما فيهوش أي إدفار بس فيه موجود في إزازة فتحة ده الأفضل نشتري في إزازة غمأة نحن نشتري الإزازة الغمأة ده حقيقي ونحطه في البيت ما لما حضرتك تاخديها البيت هتشوفيها قبل ما جب يعني ده بعد ما جبها واشتريها بقى ده حقيقي ده حقيقي لو أنا وقفة مثلا في مكان بشتري زيت زتون لا مش هتقدر يتحكمي على اللون لأن فيه إزازات زيت زتون كتيرة في إزازة غمأة فمن خلال السوبر ماركت أنا مش هقدر أحكم عشان كده بقول المواصفات الحسية أن أنا أدوء وشوف وأشم ريحته ده مهمة جدا نجرب يعني نجرب ده حقيقي وفي البيت كمان يا جماعة نحفظه يكون في دلاب المطبخ ما يكونش محتوط على رف في المطبخ لأن الضوء بيؤدي لأجسادة ولا في التلاج ولا في التلاج هو بيكون سايل في درجة حرارة الغرفة طيب دكتور حضرتك قلت يعني أنا بالنسبة لي دي حاجة غريبة الناس بتقلي في زيت الزتون فيه زيت الزتون ناس كتير عندها فكرة أنه غير صالح للقلي عايزة أقول لحضرتك أن الزت الزتون من أجود أنواع الزتون اللي ممكن نستخدمها في القلي أو في التشويح على الجريل وفي أسألك فيه قلي اللي هو الديب فراي اللي هو الزيت زيت بطاطس المحمرة زي الحاجات المقلية وفيه تشويح ده تشويح الحالتين يصلحوا يعني ينفع حد يقلي في زيت الزتون بالضبط بس تكلفته عالية قضرتك اللتر بيعدي 150 جنيه اللتر الإكسترا فيرجن فأنا مش معقولة هجيب اللتر عشان أقلي فيه بطاطس ولكن بيحطوا ساعة نقطة في الأير فراير بالضبط كده نقدر نحطه على الفرق البني مثلا وبنعملها على الجريل على اللحمة على أي حضرتك بتشوحي خضار نقدر نضيف لأن كل زيت ليه درجة اسمها درجة الاحتراق اللي بيحصل أنا لما بيجيب أي زيت وحطه على النار لما بيبتدي تصاعد منه الدخان ده دليل إن الزيت تتحرق ومن هنا بيتحول الزيت إنه بيكون زيت دار وليه تأسير مصرط نقطة الاحتراق في زيت الزيتون ثبتها عالي جدا بتوصل لحوالي 200 درجة مقوية ولكن أنا طبعا ما سيبش الزيت لحد ما يصل لنقطة الدخان أو إنه يطلع منه الدخان ولكن هو صالح للطه المشكلة اللي بتحصل إن المواد الفينيولية أو مضادات الأكسدة بيبتدي يحصل فيها تهكسير مع التعرض للتعرض لدرجات الحرارة المرتفة طب هل الزيت هنا بيبقى ضار؟ لا الزيت ما بيبقى شدار ولكن بتقل قمط الغذائية تقل فويده بس ما بيبقى شدار؟ ما بيكون شدار لا بيكون هلسي وصحي ولكن مضادات الأكسدة اللي موجودة فيه بيحدث فيها تكسير احنا بنشوف الدول العربية زي الشوان بيستخدموا في الطهي ورق العنب بيستخدموا في أكلاتهم لا على طول زيت الزتون احنا لأسف احنا يعني احنا جدوالنا في زيت الزتون الفول جبنا الأريش جبنا الطماطم المخللة الصلطة وكمان عايز اقول بس هم هناك هم هناك فعلا هي المشكلة النظامهم الصحي يا دكتور أنا شفت اللبنانيين شفت الشوام بيحطوه على البناء بيحطوه على الزعتر بالزبط الخضار طول الوقت موجود في أكلاتهم احنا برضو محدودين كمصريين مش مدخلين في مطبخنا عشان كنا عايزين نجمد قلبنا شوية بقى ونبتدي ندخله في مطبخنا ونبتدي نعود الأطفال الصغيرين على طعب بالزبط أنا بنقول حتى لو نبتديها زي ما أستاذ مصطفى قالع طبق الفول طبق الجبنة طبق السلطة الناس اللي بتعمل ضايت عندها اعتقاد أن زيت الزتون ما بيتخنش وإن أنا أخد زيت زتون ده برحتي طول النهار لا يا جماعة زيت الزتون في نفس السعرات الحرارية اللي موجودة في زيت الدرة وزيت عباد الشمس الجرام الواحد بيدي 9 سعر حراري فنخلي بالنا لأنه هو برضو في الأول وفي الآخر هي مادة دهنية ولكن يتميز أنه فوائده الصحية طب أنا برضو عندي سؤال زيت الزتون الوحيد أو الزت الوحيد اللي ما بيجيبش حموضة إن لو أخدت أي زيوت تانية بشكل أكبر ممكن تعمل لك مشاكل في الجزء لكن هو سبحان الله هو زيت وممكن تاخد منه نسبة كبيرة جدا في معداتك ولكن ما بيعملش أي حاجة ده عشان هو بيتم استخراجه على البارد بدون أن يتعرض لأي معاملات حرارية أو إضافات كيميائية أثناء عملية التصنيع ففيتامين إي موجود فيه اللي بيعتبر من أقوى مضادات الأجساد لأسف الزيوت التانية كلها فيها فيتامين إي ولكن فيتامين إي صناعي لزيادة فترة صلاحية الزيت وده طبعا بيكون لي تأثير ضر هو ده اللي بيعمل الحموض ده ممكن يكون سبب ويكون لي تأثير ضر كمان على صحة الإنسان أي حاجة صناعية الزيت الزتون صحي لأنه بيستخرج بطرق طبيعية على البارد زي ما قلت لحضراتك من الشجرة للمكنة فيه العبوة على طول بتوصل لحضرتك فما تأذاش من أي معاملة أثناء عمليات التصنيع كمان الشجرة الكويسة بتخرج صمرة زتون كويسة وعالية الجودة يعني أثناء عملية الزراعة لما الشجرة بتاخد حقها في التسميد وفي الممارسات الزراعية السليمة بتطلع صمرة عالية الجودة مع التصنيع الجيد بيطلع زيت عالي الجودة وده مواصفات مهمة جدا دكتور عشان ممكن حد دلوقتي بيتفرج عينة والسمع كل الفوائد العظيم والزيت الزتون بحقيقة واحنا عارفين طبعا نساره غالي وحبين نجرب مثلا نحن نقل به فممكن حد يفكر طب ايه المشكلة مخلطه مع زيت عادي هنا بيحصل ان كمت الغذائية بتقل لان حضرتك قللت من جودة المركبات اللي موجودة فيه خلطه بأي مادة غذائية أخرى أو مادة زيتية أخرى بيقلل من جودته وبيقلل من خصاصه كمان بس هزتون بيغير بيغير طعم الأكل دكتور؟ هو احنا عشان مش واخدين على طعم هو ما بيغيرش طعم الأكل ولا حاجة هي حتة المرار اللي فيه احنا بنحس انه هو بيغير طعم الأكل ولكن حضرتك بتلاقي في دول البحر المتوسط هم متواخدين على الطعم ده مش حاسين بحاجة غريبة متعيشين معاها لان هي عملية تعود في الأول وفي الآخر هو بس عشان احنا مش متعودين عليه في حيطة كفول هو صحي أكتر من الزبدة والسمنة وقوة تحمله في المعاملات الحرارية أقوى من الزبدة والسمنة كمان طب احنا كنا يمكن شفنا المؤتمر الاقتصادي وشفنا فرص كتير جدا للمستثمرين المصريين ولكن بيبقى عندنا يعني تساؤل فيه هنا فجوة احنا مش عارفين ننافس فيه صناعة زيت الزتون زي ما بنشوف دول المغرب العربي بتعمل زي ما بنشوف الشوام بيعملوا الفلسطينيين اللبنانيين زي ما بنشوف دول سفرت المتوسط كله إيطاليا اليونان قبرص عندهم زيت الزتون موجود جدا عندهم احنا ليه عندنا الحتة دي يعني احنا موجود عندنا في العريش في مطروح في سيوة موجود في مناطق معينة في سيوة بس مش واخد حقه لا على المطبخ المصري ولا على مستوى التصدير والصناعة يا دكتور هو محتاج فعلا ياخد فرصته وانه يتوسع في الزراعة احنا لو توسعنا في الزراعة هيزيد المعروض هيزيد التصدير هيزيد الاستهلاك مع ان المستهلك يغير ثقافته المعادلة هتختلف تماما هيبقى فيه اجبال فبالتالي المزارع هيقبل على زراعة شجرة الزتون وزي ما قلت لحضرتك شجرة دي سبحان الله حتى الورق بتاعها فيه فواي يعني انا دايما اقول ستات البيوت الشاطرين دايما لما بنيجي نقل بطاطس مرة واثنين في الزيت الزيت بيبقى مضر نتيجة ان النشويات مع الزيت مع درجة الحرارة بتكون مادة اسمها الأكرالامايد المادة دي للأسف لها تأثير مصارتة لبحاث العلمية اثبتت ان احنا لو حطينا ثلاث ورقات من شجرة زيت الزتون مع البطاطس وهي بتتقلي في الزيت على النار وما نعليش النار قوي على الزيت ده بيحفظ ان البطاطس بيقلل من تأثير المادة الأكرالامايد الضر على صحة الإنسان يعني الزيت طبعا بنستخدمه حوالي مرتين أو ثلاثة في المرتين أو الثلاثة بنحط أوراق شجرة الزيتون عايزة اقول لحضرتك في فرنسا عملوا من شجر الزيتون والخشب بتاع الشجر 12 منتج دوائي يعني منهم المضمضة لان ليه طعم قابض الورق فاستخلصوا هذه المادة القابضة وعملوا منها مضمضة مفيدة جدا لصحة اللسم فعايزة اقول لحضرتك هي شجرة كلها فوائد الأشخاص اللي بيعانوا من الإمساج بقولوا معلقة زيت زتون صغيرة كل يوم الصبح هتبقى ملين طبيعي ومش هتحتاج لأي أدوية لان هي بتعمل عملية تنشيط لحركة الأمعاء وحركة القولون اللي حاسس بالإرهاق واللي حاسس بالإجهاد زيت الزتون فيه زي مادة مسكنة بتقاوم الإرهاق والتعب والتوتر نقدر ناخد معلقة زيت زتون صغيرة زيت الزتون من الحاجات الصحية جدا بيخش في مستحضرات التجميل لسه بقى أسألك السؤال ده حقيقي إحنا شعب بيحب يوفر أنا هجيب زيت زتون هحمر بيها هقلي بيها هحطها في الصلطة وحطها على شعري ده حقيقي هو ده بقى السؤال ينفع زيت زيت الزتون اللي بجيبها من السوبر ماركت أو بجيبها عشان الأكل ينفع أستخدمها في شعري على وش إيدي ينفع ينفع طبعا نستخدمها بس طبعا مش هنسخن الزيت ولا حاجة على البارد وينفع في الحالة دي مثلا لو للشعر أخلطه بزيت خروع وأعمل منه مسكر شعري أو حمام زيت لأن الشعر هو نسيج من أنسجة الجسم فمحتاج العناية من جوة عن طريق التخزير السليمة لو حديدوا المادة الدهنية حيبقى أفضل بالضبط ومن برا عن طريق استخدام الزيوت بيخش في كتير من مستحضرات التجميل بس ده مش يعني يمكن إحنا اتعودنا على الكريمات يعني ممكن تحط زيت كده على طول على شعر ما ده ما يجيبش مثلا نوع نوع الحشرات الفطريات لا ما هو بيتغسل يا فندي طبعا لو فروة الراس سليمة ما فيهاش أي مشاكل مش هيكون فيه أي مشكلة زيت زيت حطه على شعرك كده أيوا يا فندي ما هو بيتغسل انتهيين هو مشوفودي تحطه على فروة الراس على طول يعني بنحط فيه عشعرية عشعرية وبنسيبه المدى تسعتين تلاتة وبعد كده بنخسل الشعر وبنتشرف حتى عشان يتشرفهم بنشطف الشعر وبنخسله كويس جدا بعد كده فمن ببقاش فيه أي بقايا أو أي مشاكل ولكن هو بيتطر الشعرية خلينا نقولها بالشكل البسيط للمشاهد بيتطر الشعرية فيه الدهون وبتتغلغ البواية ده حقيقي واللمعان كمان جدا واللمعان لأنه كمان سبحان الله زيت الزيتون كمان فيه فيتامينات يعني فيه فيتامين إي وفيه فيتامين دي وفيه فيتامين كي وفيه الأوميجا يعني الأوميجا اللي كلنا بنحرص على تناولها واللي بتدي الصحة والنشاط والتركيز موجودة في زيت الزيتون فهو بصراحة يعني طب والبشرة استكمالا سؤال جمالة يعني أه بيخش في مستحضرات التجميل للشركات لكن ما ينفعش لحد يستخدمه مباشرة على هذا لا أنا ما منصحش لأن كل بشرة وليها برضو درجة نسبة الدهون اللي موجودة فيها ليها معاملة خاصة فما نقدرش نعمل منقول كلنا ندهن وشينا زيت زيتون ونطرش نعمل من كده ولكن هو كزيت وكصمرة كيمة عظيمة لو قعدنا تكلمنا من هنا البكرة مش هنخلص عن فواية زيت الزيتون بجد طيب الزيتون بقى انتفضل لما هل بيفقد قيمته الغذائية لما مثلا إحنا بنخلله لما بنجم مثلا زيتون مخلل ده بيفقده قيمته الغذائية هو مشكلتنا في التخليل لا طبعا هو ما بيفقدهش من قيمته الغذائية ولكن نسبة الملح الزيادة ما بتخليناش مثلا نستفاد من بعض العناصر هو في نسبة كالسيم هي مش عالية ولكن الملح ما بيخليناش نستفاد بيرفع ضغط الدم بيرفع ضغط الدم في حين ان زيت الزيتون بينظم ضغط الدم والزيتون نفسه بينظم ضغط الدم ولكن طبعا أنا بخلل وحط ملح وحط شطة وحط الحاجات دي كلها فأنا بضر ولكن احنا بنحب كمصريين الزيتون حاجة تفتح الشهية لكن ما نكسرش من التناول في هذه الصورة الزيتون الأفضل اللي عندنا الأخضر وعندنا الأسمر وعندنا الكلمات اللي وابطع المتوسطة ده حقيقة يعني الأفضل والأسباني فيه أنواع للزيتون ده حقيقة الأفضل ايه والأكثر والله هم كلهم متميزين لأن كل صمرة بتختلف في تركيبها الكيميائي ونسبة الزيوت عن الصمرة الأخرى أفضلهم مش حكاية أفضلهم ولكن أنا طريقة استخدامي ليه إزاي طريقة التناول ليه إزاي حسب الخصائص يعني بالضبط فهو مفيد مش ضرر لصحة الإنسان وبرضو معاوضش أكل منه كتير وأقول أصلا هو مفيد طبعا لا إفراط ولا تفريد يعني أخذ زيتون أسود مع الجبنة أخذ زيتون أخضر زيتون أخضر أحط على البيتزة أحط على المكارونا أعمل فطاير في البيت للأولاد وحشيها بالزيتون دي بيكون حاجات صحية جدا وبترفع من القيمة الغذائية أحط في الساندويتش تجيبنا للأولاد بدل ما أحط يعني ممكن زي الخيار كده أحط ممكن الزيتون مع الساندويتش نحاول ندعم واجباتنا الغذائية بالزيتون عشان نستفيد من الفيتامينات والأوميجا والدهون الصحية هل في أكلات معينة لو استخدمنا معاها زيت الزيتون ممكن خلينا مش هنقول دار ولكن نقول تفقده قيمته الغذائية احنا قلنا لو تعرض للمعاملة الحرارية أكل معين يعني هل مسر حاجة تعيق امتصاصه أو الاستفادة من العناصر الغذائية لأ ما بتهايقليش هو صالح لكل الأكلات وصالح أنه يتم إضافته على الماء ده حضرتك تلوقتي في السوبر ماركت بقى فيه زيت زيتون بالشطة زيت زيتون بالزعتر طبعا طبعا بدأوا يعني يحبشوا في تركيبة زيت الزيتون عشان حطة المرار ويلاقي كبول لدى المستهلك نهار ده كمان الزيتون نفسه بقى يتحش حاجات صحيح يعني يلاقي محش جزر شفت السوبر ماركت محش كاجو ولوز يعني بقى فيه تنوى وبقى فيه فكر جديد لزيت الزيتون وزيت الزيتون وإحنا عايزين الجديد دايما عشان المستهلك يقبل ويتعود على طاق ده حقيق وإحنا بندعو يعني المصريين كلهم إنهم تبقى ثقافتهم جزء منها كبير ده حقيق ده حقيق إخواتنا في الشام إخواتنا في المغرب العربي حتى يعني في إيطاليا وأسبانيا كل دول المتوسط اللي بتتمتع بمناخ متوسطي ربما هي الأبرز في هذا الأمر يمكن ما دخلش عندنا أوه في مطبخنا زي ما الدكتورة قالت نستخدمه في الفول في الجبنة الأريش لكن مش زي الشوام داخل في كل حاجة عندهم يا جمانا زي الزعتر بعد الحماسة اللي عندك دي كلنا نستخدم زيت الزيتون ده حقيقة لازم لازم نظرا للفوائد الصحية اللي نددها الدكتورة منال عز الدين البحث في مع تكتولوجيا الغذاء لازم بالفعل كلنا نستخدم زيت الزيتون شكرا لك يا دكتورة ونورتنا وأضفت لنا مع الماكد قيمة جدا عن هذا الأمر شكرا لكم وأبقى سعيدة وأنا معاكم في الصباح الخير شكرا يا فاتح